تتغير المعطيات بين لحظة واخرى توترات تتساعد في الشرق الاوسط على وقع الحرب الدائرة بين اسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة ومساع دولية لكبح جماحها والتصدي لأي محاولات من شانها أن تشعل حرباً اقليمية توترات جيوسياسية تنظر بعواقب اقتصادية غير متوقعة على المنطقة والعالم تدخل الحرب في قطاع غزة شهرها الرابع ورغبة متزايدة في منع اتساع رقعتها إقليمياً وتجنب حرب شعواء تأكل أخضر واليابس في الشرق الأوسط الجميع لا يريدها حرباً شاملة متعددة الأطراف أمر تروج له إسرائيل كما الولايات المتحدة وإيران وبعد اغتيالات متفرقة يوصل وزير الخارجية الأمريكي جولته الشرق أوسطية لمنع اتساع رقعة الحرب تأتي هذه التحركات والتصريحات بينما تشتعل الجبهة الشمالية لإسرائيل في جنوب لبنان أغتيل العروري وجاء رد حزب الله متصاعداً بدأه بقصف أكبر قاعدة مراقبة جوية إسرائيلية شمالاً ترد إسرائيل بغارة جوية تصل للمرة الأولى لأطراف قضاء صيداً يحدث ذلك بينما يتزايد القلق الأمريكي من قيام نتانياهو بتوسيع الحرب على لبنان لإنقاذ حياته السياسية وأفق صحيفة واشنطن بوست وبين حماس وإسرائيل حرب قد يطول أمدها حتى نهاية 2024 وأفق تصريحات لمسؤول بالبيت الأبيض وفي جنوب البحر الأحمر إبحار مضطرب لسفن الشحن وتهديد لحركة التجارة الدولية بفعل هجمات الحوثي ويبقى الاقتصاد العالمي المتأثر بالأساس من الوباء وحرب أوكرانيا على صفيح ساخن يتعطن الإنتاج في ليبيا وتزداد التوترات في الشرق الأوسط ويحصد النفط مكاسب في أول أسبوع من العام الجديد بثلاثة سن في المئة يواجه الاقتصاد الإسرائيلي صدمة قوية جراء الحرب قد تكون أسوأ من صدمة كورونا وأفق خبراء هذا بخلاف التكلفة المالية الباهضة للحرب المستعرة وفي حين خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو العالمي في 2023 إلى 2.9% إلا أنها أبقت على توقعاتها هذا العام دون تغيير قال صندوق النقد الدولي أواخر أكتوبر الماضي إن الحرب في غزة ستكون لها تبعات اقتصادية بالأخص على دول الجوار مصر ولبنان والأردن ستاندرد أمبويز توقع التأثر اقتصاد مصر بالحرب الدائرة على حدودها الشرقية وخفضت تصنيفها الاقتمالية تداعيات تطال قطاع السياحة والغاز وقناة السويس ضغوط إضافية تعمق التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد وفي الأردن قطاع السياحة هناك شهد إلغاء نحو 50% من الحجوزات تأثيرة انطلت أيضا مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد أما لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة منذ 2019 فيجمع الخبراء على عدم استطاعته تحمل تكلفة حرب بين حزب الله وإسرائيل قبل أن نبدأ نقاش حلقة اليوم نذكر بسؤاليها تسألنا هل تنجح المساعي العربية والدولية في كبح جماح التوترات في المنطقة ومنع اندلاع حرب إقليمية ومحتمالات استمرار رحلة الانتعاش الاقتصادي في الشرق الأوسط مع كثرة التوترات الجيوسياسية فيه للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها نرحب أولا بظيوفنا معنا من القاهرة عبر الأخمار الاصطناعية السفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق ومن بيروت عبر تطبيق زوم ينظم إلينا سام نسي الكاتب الصحفي ومن بروكسل يكون معنا السيد جيمس موران المسؤول السابق في المفوضية الأوروبية أهلا وسهلا بالجميع أبدأ من القاهرة مع ضيفنا من هناك سعد السفير هاريدي لأسأل عن حال المنطقة اليوم وزراء أوروبيون وأمريكيون للخارجية يزورون المنطقة البحر الأحمر على صفيح ساخن وكذلك دول الجوار والمحيط إلى أين تتجه المنطقة سياسيا واقتصاديا بالتبعية برأيك يعني مساء الخير حضرتك اليوم سبع هناير الحرب في غزة بتدخل شهراء الرابع نعم وقوات الاحتلال الإسرائيلي لم تنجح حتى الآن في تحقيق الأهداف التي كان قد أعلنها ويرددها وآخر مرة كان أمس يرددها رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتانياه وكافة التوقعات أو أغلب التوقعات بتشير أن هذه الحرب ستستمر لفترة غير معلومة وبالتالي الأوضاع في المنطقة والمنطقة هنا أنا أشير إلى الشام المشرق العربي وإلى البحر الأحمر الأوضاع في المنطقة مشتعلة نعم أغلب المسؤولين سواء العرب أو الغربيين وعلى رأسهم المسؤولين في الإدارة الأمريكية دائما يقولون أنهم يسعون يسعون إلى عدم امتداد الحرب في غزة لكن في واقع الأمر أما ننظر إلى الانفجارات حضرتك والاشتباكات في هذه المنطقة من الشمال إلى الجنوب من الشمال أنا أشير إلى لبنان أشير إلى العراق وإلى الجنوب حتى اليمن وباب المندب المنطقة مشتعلة ونستطيع أن نقول نحن نشهد حرب بالوكالة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جانب وإيران والجماعات الموالية لإيران من جانب آخر وبالتالي أي طرف من الأطراف المتحربة بصورة مباشرة وغير مباشرة تخطئ في حسابتها ستشعل المنطقة التركيز الآن ليس على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنما التركيز الغربي وتحديدا التركيز الأمريكي هو أن جنوب لبنان أو الجبهة الشمالية الإسرائيل لا تشتعل وبالتالي أنه لكن النقطة اللي أحب أركز عليها أنه طالما استمر العدوان الإسرائيلي على أقطاع غزة فإن أي محاولات سواء من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أو من جانب الاتحاد الأوروبي أو من جانب الدول العربية لإحتواء المواجهة العسكرية في طاع غزة ستبوق بالفشل لأن كلما امتدت هذه الحرب في طاع غزة كلما ازداد مع احتمال اشتعال الجبهة الشمالية أو جنوب لبنان وأنه العنصر الحوسي في اليمن سيستمر في استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل أو التي ترفع العلم الإسرائيلي وبالتالي طالما لم نتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن فاحتمال اشتعال المنطقة بصورة أكبر وبصورة أعنف هيظل قائما وبالتالي أنا أرى أن التركيز العناصر اللي ركز عليها أو اللي بيركز عليها وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين خلال جولته الرابعة في الشرق الأوسط بعد 7 أكتوبر وإن كان من حيث المبدأ الكل موافق عليها لكن فيه نقطة أساسية هو لم ولا الإدارة الأمريكية ولا السيد بلينكين موجود في منطقة الشرق الأوسط للدعوة إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر